السلام عليكم شباب النقاردة سنتحدث في Normal Distribution هو النوع الثالث نحن كنا اتكلمنا في Uniform و اتكلمنا في Exhibition Normal Distribution هو قايم على حاجة اللي هي الملاحظة اللي انت بتعمل تجربة معينة وبعد كده تبدأ تتوقع حاجة بناء على ملاحظتك للتجربة دي زي اسهم البورس انت لو مسلا عندك سهم انت مهتم بيه بتبدأ تتبعه وتتوقعه هو عيبقى بكام خلال فترة معينة نفس الكلام هو نورمال بيدرس الزوار الطبيعية اللي انت بتبدأ تلاحظ الحاجات ماش هزاي انت دخلت على مجموعة من الناس قلت والله ممكن يكون مجموعة الناس دي بناء على ملاحظتك اللي طولهم اكتر من مئة وسبعين مثلا خمس اشخاص نفس الكلام هنا ايه في النورمال ديستريبيوشن زي اي ديستريبيوشن درسناه كان بيبقى ليه بي دي اف سي دي اف ازاي اجيب له الميو الفاريانس الكلام ده وكنا بتفاقف الكونتينواز احنا بنستخدم دايما السي دي اف عشان نجيب ايه بتاعيه البي دي اف بتاعت النورمال ديستريبيوشن هي اف وفي اكس بتساوي واحد على سيجما جزر اثنين باي اي باور ماينوس اكس ناقص ميو سكوير على اثنين سيجما سكوير السيجما دي اللي هي ايه الفاريانس والميو اللي هي المين او الاكس بيكتد فاليو يبقى احنا والاكس هنا تنتمي للا ايه للريال نامر اللي هي من سالم مالة نهاية لمالة نهاية يبقى احنا عرفنا اللي احنا لو عندنا راندل فاريو توزيحها تابع للنورمال ديستريبيوشن اقدر اكتبها بالشكل ده ان اكس هي للنورمال ديستريبيوشن تقول للميو والسيجما سكوير تمام؟ طب دلوقتي احنا معانا البي دي اف واحنا لو معانا اكس وخاضعة للنورمال ديستريبيوشن بنعرف الاكسريكتد فاليو بتاعتها بتساوي الميو والفاريانس بتاع الراندل فاريابل اكس بنسميه سيجما سكوير عادي خلص طب دلوقتي احنا جبنا بي دي اف وجبنا المين او الاكسبيتد فاليو وجبنا الفاريانس عايزين نحسب السي دي اف تمام؟ السي دي اف هو اف 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 اكس اقل او يساوي اكس بتساوي تكامل من سالم ما لا نهاية لإكس للف وفي تي دي تي تمام؟ تعالوا نعوضوا بالبدي اف اللي عندنا تبقى تكامل من سالم ما لا نهاية لإكس واحد على سيجما جزر اثنين باي اي فاور ماينوس تي ناقص ميو كل سكوير على اثنين سيجما سكوير دي تي وصلنا للتكامل ده التكامل ده احنا صح نحل تمام؟ فكذا اي تكامل كنا بيستسعب علينا حاله كنا بندور على طريقة تانية عشان نجيب ايه؟ ناتج التكامل ده فاحنا هنجي هنفرد ان احنا قلنا الـ random variable اكس تروح للان في ميو وسيجما سكوير الرسمة بتاعي النورمال ديستريبيوشن هي بتكون بالشكل ده بيبقى اهلى نقطة طبعا هي ايه؟ الميو هي قيمة المتوسط الحسابي بتاعنا ولو ماشيت كده كبتبقى ميو زائد سيجما مثلا وهنا ميو ناقص فانت لو كنت عايزة ايه؟ ما بين الاتنين دولة كنت بتكامل ودي طبعا الـ F وف وفي اكس اللي كنا لما بيكملوها من سالب ما لنهاية لما لنهاية كانت لازم تدينا كام واحد مش احنا كنا نتعارفين الـ هو ايه؟ اريا اندر ايه؟ زاكير بس في شرط الاريا بتاعتنا دي تساوي واحد فاحنا هنجو ناخد شرط ان الميو دي هي تبدأ عند الـ فالميو بتاعتنا هتساوي كام؟ هتساوي زيرو والسجما هنساويها بواحد واخد الكيمتين دولة وارجع عوض بيهم فين؟ في البيدي اف اللي كنت معاه فلما عوض بيه في البيدي اف اللي هي F وف اكس بتساوي واحد على سجما جز اتنين باي اي باور ماينوس نص اكس ناقص ميو على سجما بكل سكوير تمام؟ لما عوض فيها انا اغير اسمها مثلا واخليها في وف اكس لان هي هتتغير شكلها فامش هتساوي واحد على جزر اتنين باي اي باور ماينوس اكس سكوير على كام على الاتنين؟ وده كيمته بقيت بزيرو وده بواحد وده بواحد تمام؟ فهنا بعد ما وصلنا هنا دي البيدي اف الجديدة بتاعتي بس خضق على الاسبيشيال كيس ان الميو بزيرو والسجما بواحد تمام؟ فانا عايز اعمليه الوقتي؟ اجيب لها السي دي اف السي دي اف اللي هي بتبقى ايه؟ فاي اف اكس بتساوي تكامل بتسالم إلى نهاية اكس فاي اف تي دي تي وخالينا ايه؟ فاكرين الشكل ده دلوقتي لو الاكس بتروح للنورمال ديستريبيوشن عليجو عن نفرد زد دي راندم فاريبل جديد الزد دي بتساوي اكس ناقص ميو على سيجما يعني ايه؟ يعني انا مساجت كل القيم اللي في الراندم فاريبل اكس وطراحت منها ميو وقسمتها عاي على سيجما وده بقى شكل الايه؟ الراندم فاريبل الجديد بتاعتي لما الزد بيتحقق عليها الشرط ده يبقى الزد بتقول للراندم فاريبل للنورمال ديستريبيوشن برضه عند الميو بواحد والسيجما بكان الميو بزيرو والسيجما بواحد تمام؟ فاحنا وصلنا للنقطة دي دلوقتي احنا معانا الزد دي راندم فاريبل الزد اتفقنا اللي هي ايه؟ راندم فاريبل من احدى القيم للراندم فاريبل زد اكس جواه طب انا لو عايز عايز بحسب برابيليتي فبروح اجيب ايه؟ السي دي اف انا دلوقتي البي وفي اكس وفي زد هتبقى قل او يساوي الاكس اللي هي ايه؟ السي دي اف للراندم فاريبل زد عند الاكس بس انا بس انا معيش انا عايز اجيب تكامل عايز اجيب تكامل من سالم مالة نهاية ل اكس ل اف وفي تي دي تي مدى تعريف السي دي اف بس انا معيش للزد اللي هو الراندم فاريبل جديد ده معيش لي بدي اف اصلا فانا عامل ايه؟ عايزة عند العلاقة دي العلاقة دي فيها زد مش الزد دي هي اكس ناقص ميو على سيجمة هتبقى قلق او يساوي من ايه؟ ال اكس خليها بركز احنا دلوقتي هنحاول نستعيم بال اكس عشان نقدر نستخدم الرد البي دي اف بتاعتها ما انا معيش بدي اف ل ايه؟ للراندم فاريبل زد فاعتبقى اكس لو انا جيت ضربت القيم دي كلها في سيجمة ضربت في سيجمة العلاقة مش هتتغير فاعتبقى اكس في سيجمة تمام؟ لو جيت بقى جمعت على العلاقة دي ايه؟ سيجمة ميو فاعتبقى اكس اقل او يساوي اكس سيجمة زائد ميو فاعتبقى البي للزد اقل او يساوي اكس بتساوي بي وفي اكس اقل او يساوي اكس سيجمة زائد ميو تمام؟ دي عتساوي ايه بقى؟ تكامل من سالم بالا نهاية ل اكس سيجمة زائد ميو وانا كنت بحط ايه؟ بحط البي دي اف يبقى انا دلوقتي اقدر استخدم البي دي اف بتاع الاكس اللي هو بيساوي واحد على سيجمة جزر اثنين باي اي باور ماينوس تي نقص اكس على سيجمة سكوير دي تي وهنا في ايه؟ في نص يبقى احنا وصلنا للنقطة دي وصلنا اللي احنا عندنا احتمال الزد اللي هي الراندم فارابل الجديدة بتساوي احتمال اكس اقل او ساوي اكس سيجمة زائد ميو بتساوي تكامل من سالم بالا نهاية اللي اكس سيجمة زائد ميو اي باور ماينوس اتنين تي نقص ميو على سيجمة الكل سكوير دي تي وهنا ايه؟ سيجمة على اتنين باي فوق واي تمام؟ والفالت هنا عاجل ااخد فرض ان الواي بتساوي تي نقص ميو على سيجمة اللي هي بتساوي ايه؟ لو وزعت تي على سيجمة نقص ميو على سيجمة لو جبت هجيب دي وار هتساوي ايه؟ دي تي على سيجمة وادا ايه؟ ده كونستان ميو لي فاليو والسيجمة لي فاليو فما اسمو على بعض بايه؟ باقى كونستان باقت الدي تي بتساوي سيجمة دي وار طب لما التي بتساوي اكس سيجمة عايز اغير خدوط التكامل اكس سيجمة زائد ميو التي هتساوي كامل الواي صور هارجع اغوط ايه؟ هنا تمام؟ لما ارجع اغوط هنا باقى سيجمة زائد ميو هتبقى اكس سيجمة زائد ميو زائد ناقص ميو على سيجمة الميو راحت مع الميو والسيجمة راحت مع السيجمة باقت الواي بتساوي كامل؟ اكس ولما تي تبقى بسالب ميو نهاية الواي هتبقى بسالب ايه؟ ميو نهاية ورده فعيبقى تكامل من سالب ميو نهاية لأكس تمام؟ واحد على جزر اثنين باي ايه باور ماينوس نص الجزء ده بقى بواي بقى بواي سكوير في سيجمة في دي ايه بواي السيجمة راحت مع السيجمة لو نفتكر في اول الكلام احنا لما خدنا الميو بتساوي زيرو والسيجمة بتساوي واحد جبنا اثنين دوائل جديدة بدي اف و سيدي اف اسمهم فاي وايه؟ وفاي كابيتل فالفاي الفاي كابيتل جبنا الفاي كابيتل هي تكامل من سالب ميو نهاية لأكس لفاي وفتي دي تي هنا دي هي الايه؟ الفاي اهي الفاي وف اكس كان بتساوي كام واحد على اثنين باي اي باور مينوس اكس على تي هنا اختلفت الواي بقى دي بتساوي كام تكامل من سالب ميو نهاية لأكس لفاي وفواي دي واي ساعتها هتساوي ايه؟ فاي وف ايه؟ وف اكس هو جوه كان تي بس لما ترجع تعود هتعود بالاكس فهنا طلع الكلام ده بعد ما حسبناه بتساوي التكامل ده بيساوي فاي كابيتل وف اكس بقى احنا عندنا هنا ايه؟ بقى احنا وصلنا ان تكامل من سالب ميو نهاية الاكس لفاي وفواي اللي هي احنا كنا جايبينها ايه؟ في الاسبيشيال كيس فاي وف اكس بساوي تكامل فاي وف تي دي تي بس دي فاي كابيتل اللي هي الايه السي دي اف فاحنا وصلنا اللي هو هايرنا بس الاكس بقت هنا واي بقت دي فاي وف ايه؟ وفواي فاي فواي بس التكامل بعد ما ارجع وعود هتبقى فاي وف ايه؟ وف اكس فاحنا كده وصلنا ان ان تكامل من واحد على جز اتنين باي في ايه؟ بيساوي تكامل فاي وفواي بيساوي فاي كابيتل وفواي فاحنا وكده وصلنا ان فاي وف اكس بقى سوري لان بعد ما ترجع وتعود هتبقى كام؟ هتبقى في اكس طب انا دلوقتي وصلت ان الزيد اقل او يساوي الاكس بتساوي فاي وف اكس والنوع ده اسمه الستاندرد الستاندرد نورمل تمام؟ اسمه ستاندرد نورم يبقى انت الزيد دي هي الستاندرد نورمل اقل او يساوي الاكس بتساوي فاي وف اكس ودي احنا ثبتناه طيب لو جبتلك احتمال ايه اقل او يساوي الزيد اقل او يساوي البي اعادي خالص بقى انت عندك ال السي دي اف بتاعتك بتساوي فاي وف اكس فاي هتبقى فاي وف بي كابتل ناقص فاي وف ايه اكنك بتتعامل مع سي دي اف عادية ايه خالص طب احنا جبنا الستاندرد نورمل وعرفنا الالدلة دي لما زيد بتروح او الراندم فاريبل دي زير واحد دي اسمها ايه ستاندرد نورم طب انا اعايز انا كنت بتكلم اصف النورمل ديستريبيوشن وكنت عايز احسب ايه كنت عايز احسب ايه ان بي وف اكس اقل من الاكس انا عايز اجيب احتمال دي موضان نورمل ديستريبيوشن دلوقتي دلوقتي انا باعمل ايه هحول النورمل الستاندرد نورمل ازاي بطريقة سهلة قوي انت عندك الاكس اقل او يساوي الاكس ناقص ميو اقل او يساوي اكس ناقص ميو لو اسمتها على سيجما بقت سيجس ناقص ميو على سيجما اقل او يساوي دي ايه طريقة كده للتسهيل ان انتو تفهموا بيه بقت البي اوف اكس اقل او يساوي الاكس بتساوي بي اكس ناقص ميو على سيجما اقل من الاكس ناقص ميو بس دي اكس كابتال دي راندم فاريبل لكن دي فاليو عادية اكس بتساوي بي اوف زد اقل من اكس ناقص ميو علي سيجما يبقى احنا كده حولنا الراندم فاريبل بتاعت النورمل لايه الاستاندار نورمل واحنا كنا اتفقنا ان البي اوف زد اقل من الاكس بتساوي في اوف اكس هناكات اكس بقت هنا ايس يبقى دي احنا تساوي في اوف اكس ناقص ميو علي سيجما يبقى احنا وصلنا هنا ان النورمل ديستريبيوشن سيجما السيدي اف بتاعته بتساوي في اوف اكس ناقص ميو علي سيجما طول يبقى انت عندك نورمل ديستريبيوشن هتروح تجيه لكس هتطرح اكس ناقص ميو علي سيجما طيب لو عندك ده كده الايه للنورمل تمام ده للنورمل دستريبيوشن طيب لو عندك الحالات العادية بتاعتنا خالص اكس اقل من البي هنا يساوي يساوي احنا اتفقنا في الكونتينواص مش هيفري بيساوي دي فيكسل بوينت البرابيلتي بتاعتها ايه بزيرو هتساوي كام فاي اوف بي ناقص ميو علي سيجن ناقص فاي اوف اي ناقص ميو علي سيجن ده للنورمل للستاندرد نورمل البي اوف زت اقل اه ايه الفاء دي بقى يعني احنا ليه حولنا النورمال بينا عبره عنه بحاجه اسمها فاي والانستاندار نورمال ليه في الاساس بعبر عنه بفاي الفاي دي هو قيمة التكامل اللي احنا مكنش عارفين نجيبهه في الاول اللي هو اي حاجه سكوير هو فيه تيبل معمول هو حاسب لنا قيم الفايل دي كلها وهو التيبل ده فانت كل اللي عليك اللي انت تعرف تجيب السيدي اف وتزبط شكلها وتعوض بالكيمة دي هنا لو ستاندار نورمال لو نورمال بتطرح الكيمة دي من الميو وتقسمها على سيجمه وتروح تدور على قيمة الفاي مثلا طلعت قيمة الفاي ب 2.000 بتروح تدور على قيمة اللي اتنين هنا في الكولو فهنا اللي اتنين طلعت بكام هتدور على الاتنين هتلاقيه واحد او بوينت فايف هنا ال او بوينت واحد هتلاقوا قيمة او بوينت واحد فايف هتروح ماشي لحد هنا هتبقى او بوينت فايف ناين اي سيجس هتبقى اهمية الفاي بس كده يبقى تسهيلا للي احنا وصلناه وصلنا له ان البي او في اكس اقل من ال اكس لو دي نورمال بيتعبر عنها بفاي اكس ناقص ميو على سيجمه لو هي اي اقل من ال اكس اقل من ال بي بتساوي فاي بي ناقص ميو على سيجمه ناقص فاي اي ناقص ميو على سيجمه طيب ده للنورمال الستاندر نورمال كد بتبقى ايه بي اوف زد اقل من ال اكس الفاي دي ايه تبحها اصلي فهتبقى الف اوف اكس فاي اوف اكس على قول طيب لو اف ايه بي قصدي زد هتبقى فاي اوف بي ناقص فاي اوف ايه طيب دلوقتي لو جادة قيمة الفاي قيمة سالبة طالع بعد ما حسبت الحزبة مثلا بتاعت هنا طالعت القيمة بتاعتها اللي جوه سالبة دي بتساوي ايه واحد ناقص فاي كابيتل طبعا عشان نستخدم الجدول اوف ايه اوف اكس اول مثال معانا بيقولك ان ال اكس رايحة لل ايه لان زيرو واحد من هنا عرفنا ان الميون بزيرو والسيجما بواحد بيقولك ان انت عندك الميون بتاعت محصورة 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 وعندنا بي اوف زيرو اقل من الزد اقل من السي السي اكبر بتساوي او بوين سري اتفقنا ان الزد في الستاندر نورمال لو هنا ايه وهنا بي عتساوي فاي اوف بي ناقص فاي اوف ايه فده معناه ان البي اوف زيرو اقل من الزد اقل من السي هتساوي كام فاي اوف سي ناقص فاي اوف زيرو بتساوي او بوينت سري تمام فاحنا دلوقتي عايزين قيمة السي الفاي اوف زيرو دي هنروح نبص عليها فين في التابل تمام هنروح نشوف كيمة الفاي اوف زيرو فين في التابل الفاي اوف زيرو بتساوي او بوينت فايف موجودة فين في الجدو هنا كيمة الفاي اوف زيرو بتساوي او بوينت فايف او او فاعتب الفاي الفاي وفي سي ناقص او بوينت فايف بتساوي او بوينت سري باعتب الفاي وفي سي بتساوي او بوينت ايه هو بقى بيقولك فاينت بي لإيه للزد اكبر من السي احنا عندنا بي زد اكبر من السي عايزين نحولها لشكل سي دي اف تبقى واحد ناقص بي وفي زد اقل من ايه من السي اللي هي هتساوي واحد ناقص تيم التعريف هتبقى فاي وفي سي الفاي وفي سي بتساوي كام او بوينت ايت هتساوي كام او بوينت او تمام تاني مثال معنا ان ال اكس نورمال ديستريبيوشن للميو بتساوي ربع ومية وسيجما سكوير او اكس بتساوي الفين وخمسمية يبقى احنا السيجما عندنا اللي هي الستاندار ديفيجن بكام بخمسين بيقولك فاين البي اكس اكبر من تلتمائة وستين واقل من ربع ومية تسعة وستين هنا اكس احنا اتفقنا ان البي اوف ا اقل من ال اكس اقل من البي بتساوي ايه فاين اوف بي ناقص ميو على سجما ناقص فاين اوف اي ناقص ميو على سجما هتساوي كام فاين اوف اوف اربعة ستة تسعة ناقص ربع ومية على الخمسين ناقص فاين تلتمائة وستين ناقص ربع ومية على كام على الخمسين هتساوي فاين اوف وان بوين تسري ايت ناقص فاين بوين ماينس و ايه هتساوي احنا اتفقنا طبعا هنجمون من الجدول بس عندنا مشكلة عندنا الفاين للمينس الاول هتبقى فاين وان سري ايت ناقص تفتح براكت ناقص واحد ناقص فاين او بوين ايت وعنروح نجيب قيمة الوان بوينت سري ايت من التابل او بوينت ايت من التابل هنروح هنا هنجيب قيمة وان بوينت ايت واا الاول احنا عندنا ايه او بوينت سري هنشوفها فاين في الكل وان بوينت سري ايه هنروح نشوفها عند ال ايت هتطلع كام بمتها او بوينت ناقص وان تطلع كامتها او بوينت ناقص وان بوينت وكامت او بوينت ايت من التابل لو جينا بصينا عليها او بوينت ايه هتبقى سيفن ايت ايت وان هتبقى او بوينت سيفن ايت ايت وان هتساوي ساعدها او بوينت سيفن سيفن سيرو فور سري طيب احنا كده جيبنا قيمة الاحتمال ده طلع او بوينت سيفن او فور سري طيب احتمال ان الاكس بتساوي ربعمية ده فكس ال بوينت بكام بزيرو تمام بسانا رقم ثلاثة بيقولك اللي انت عندك لينتس وف كومبوننت لبرودكت معين في ماشين بيقولك النورمال ديستريبيوشن بتاعه السيجما بتساوي 1.5 تمام بيقولك وف سيرتن معينة خمسة وعشرين في المائة من الكمبوننت دي بيبقى ايه او لونجر زان وان هندرد ايه مليميتر تمام يبقى انت بيقولك ان خمسة وعشرين في المائة بتبقى اكبر ايه من وان هندرد ايه مليميتر بتساوي كام خمسة وعشرين بيقولك بالكالكوليت زمين زمين value of the length عايزين نحسب ايه الميو فاحنا عدقى عندنا ايه الف بي اكس اكبر من مية فحنحولها الاول ل ايه واحد نقص بي اكس قليل من المية ساوا نقص فار. هتساوي كام اكس نقص ميو على سجن. تساوي واحد نقص فار. الاكس بمية. الميو عايزين نجابوها على كام واون بوينت فايف. بتساوي او بوينت تو فايف. تمام? عايزين نخلي الفاي بطرف الوحدة. هتبقى الفاي. هاندرد ميو نوز. على سيجما. تساوي كام? واون بوينت فايف. هتساوي او بوينت سيفن فايف. عايزين نشوف بقى القيمة اللي تكون جوه الفاي. تديني كام? او بوينت سيفن فايف. تمام? احنا وصلنا. ان احنا عايزين فاي. المية. نقص ميو. على واون بوينت فايف. تساوي او بوينت سيفن فاي. دلوقتي احنا بقيمة دي مش عندنا صريحة في الجنب. بس احنا عندنا الفاي. وفي او بوينت سيفن بتساوي او بوينت سيفن فور ايت سيكس. وعندنا الفاي. وفي او بوينت سيكس ايت بتساوي او بوينت سيفن فايف وان ايه سيفن. انا بقى عايز اجيب للايه سيبن او او. عايز اجيب كيمة. تكون الكيمة بتاعي دي موجودة فين? تقريبا في المنتصف. مش هنقوله في اين اللي هي في المنتصف بالزبط. هي تقريبا موجودة في المنتصف. فاحنا لو جمعنا الاتنين دولة واسمناها مع الاتنين. فالفاي تقريبا بتساوي او بوينت سيفن ايه? فايف. يبقى احنا كده جبنا ان الفاي بتاعت او بوينت سيكس سيفن فايف تقريبا بتساوي او بوينت سيفن كام? فايف. وهنرجعه نساوي. هنعمل كومبير بقى بين العلاقة دي. والعلاقة ايه? دي. فحيب. الميل. نقص ميو على واح. بوينت فايف. ساوي او بوينت سيكس سيفن فايف. الميو ساعتها هتساوي ايه? تمانية وتساين بوينت. تسعة تمانية سبعة ايه? خمسة. يبقى احنا هنا ملقناش قيمة صريحة في الجدول بتساوي ايه? خمسة وسبعين. فروحنا شوفنا القيم اللي خمسة وسبعين من مية محصورة ما بينهم. وحاولنا نجيب ايه? قيمة للفاي في المنتصف تطلع لي ايه? القيمة اللي انا عايزة. تمام? المثال ده بيقولك بيقول if heights of 500 طالب are normal distribution with mu بتساوي خمسمية. والسيجما of x square بتساوي 16. يبقى السيجما بتساوي كام? اربعة. بيقولك if the height of 500 student بتساوي. النورمال بتاعها with mu بتساوي 70. والسيجما square بتساوي 16 إنش. بيقولك how many student you expect to have height between 66 و 72. between 66 و 72. تمام? انا عايز اجيب عدد الطالبة. يبقى الاول اجيب احتمال الياء اتساوي كام? سبعين الميوه على الارباء. نارس فاي. ستاو ستين نارس سبعين على الارباء. اتساوي كام? سبعين الميوه على الارباء. نارس فاي. Seo ناقص 5-1 احنا برضه عندنا ايه مشكلة ايه عندنا 5-1 عايزين نحل المشكلة دي هتبقى 5-1 ناقص 5-1 نروح بقيامهم الجدول 5-5 هتساوي 0.6915 ناقص 1-0.8413 هتساوي كام هتساوي 0.5328 تبقى احتمال ان طول الطلبة يكون ما بين الستة والستين والاثنين وسبعين انش هو 0.5328 عايز اجيب بقى عدد الستيودينت انا عندي الان بتاع طول هتساوي كامل الطلبة اتركى الخمسونية تفقى عندي احتمال الان قرارة ستة وستين استيري. دلوقتي عندنا ملحوظة. لو جيت حضرتك جيبت الفاي. وعايز مسلا كيمة الفي. وانت هي بتساوي او بوينت تو. فانت عايز تجيب كيمة الفاي. مسلا. والاو بوينت تو دي ما كانتش موجودة في الايه? في الجدول. تمام? مفيش او بوينت تو في الجدول. في الايه? في القيم دي. اقل قيمة بدقة بكام? او بوينت فايف. مش موجودة القيمة دي. فحضرتك هتعمل ايه? لو جيت طرحت من الطرفين واحد. بقت فاي. القيمة اللي جوه ناقص واحد بتساوي مينس او بوينت ايد. فجيت ده رح تضرب في مينس وان. بقت وان. ناقص فاي. بتساوي الكلام اللي جوه. بتساوي او بوينت ايد. طب انت برضي الوقت عندك مشكلة. ما انت مع الجدول بيجيب كيمة الفاي بس. افتكر بقى. اللي احنا قلنا ان فاي. وفي مينس اكس بتساوي واحد ناقص فاي. وفي ايه? وفي اكس. يبقى انت تقدر تحول دي. لفاي. وفي مينس الحاجة ايه اللي جوه. اللي ايه كانت كام. في ناقص مية وخمستاشر. عال تمانية. بتساوي او بوينت ايد. وساعتها تقدر تروح تدور. عال او بوينت ايد. في الجدول. لان انت عندك حاجات كتيرة هي بتبدأ بايه? او المنتصف هتعرف ايه? تزبط كيمة للفاي. وايه? وتساويها بيه. فاحنا لما اجينا حسبنا. للكلام ده. طالع بكام? يبقى احنا. قلنا فاي. وفي مينس في ناقص مية وخمستاشر على كام? عالتمانية. عشان اقدر مشكلة واحد نابس. او بوينت ايد. اللي هتساوي فاي. نوضعه السالب جوه. هتبقى مية وخمستاشر. ناقص فيه. على التمانية. بتساوي او بوينت ايد. صح? لما جينا شوفنا اقرب فاي. كيمة الفاي جوه. هتساوي او بوينت ايد. احنا كان عندنا فاي. وفي او بوينت ايد فور. بتساوي او او بوينت سيفن ايت ايت فور ااا افايف سوري. وفاي او بوينت ايد. ايت فايف كانت تقريبا بتساوي او بوينت او. فاحنا عايزين هنا كام او بوينت ايت. فقلنا تقريبا هي في المنتصف ما بينهم. ايه النقطة منتصف ما بينهم. الفاي. او بوينت ايت فور فايف. هتساوي كام? تقريبا او بوينت. احنا بنحاول نجيب حاجة يعني ليه اقل اقل حاجة فيها فيها ايرور. بنحاول نقرب قوي من الاجابة الصحب. كيها ممكن تتزبط بحاجات تانية. بس احنا بنحاول ايه? نجيب اكتر حاجة فيها ايه? الايرور بتاعها ايه? ولاية. واحنا ولا ناخد دي ولا ناخد دي. يعني حاول نجيب حاجة في المنتصف تقرب لنا من الحل بتاعنا. تمام? فاحنا ايه? جبنا النقطة دي اللي هي واقعة ما بينهم. لان اكيد القيمة بتاعت او بوينت ايه? واقعة ما بين ايه? القيمتين دولار في الجدل. تمام? فاحنا لما جبناها نسويها بقى تبقى مية وخمستاشر نقص في على ايت ساوي او بوينت ايت سبن اه فور فايف. سوري. الفي طلعت كام مية او تعمانية تقريبا. بوينت توينتي فور. تمام? شكرا.